السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلابي وطالباتي طلاب الفرقة الأولى نظم معلومات هنتكلم النهاردة عن أحد الأجزاء الهمة في لغات برمجة وهي الإيفنس والأحداث أي لغة برمجة تؤدي المهام البرمجية زي إزهار رسالة زي إضافة قائمة زي مسح محتوى زي الانتقال من برنامج إلى آخر من خلال الاستجابة إلى حدث معين هذا الحدث يؤدي إلى إنتاج مهمة قد يكون الضغط أو النقر المزدوج أو تحرير أحد مفاتيح لوحة المفاتيح أو الضغط على هذا المفتاح أو تحريك مؤشر الموس أو الضغط على الزر الأيمن للفقرة أو الزر الأيصر أو تحميل النموذج أو عدم تحميله حاجة كتيرة جداً هذه الأحداث تؤدي إلى تنفيذ مهمة برمجية نتيجة الاستجابة إلى هذا الحدث إذن تستجيب لغات البرمجة إلى مجموعة من الكائنات والأحداث السؤال المهم هل يمكن للأداة أن تستجيب لحدث واحد أم لعدة أحداث؟ الحقيقة أن أي أداة يمكنها الاستجابة إلى عدة أحداث بشرط أن كل أحداث يؤدي مهمة برمجية مستقلة الأحداث في لغات البرمجة تبدأ بين الحدث الدفلت أو الافتراضي وهو الحدث private void button 1 underscore click إذن الكائن الموجود عندي الآن هو الكائن button 1 هتضيف نموذج بعد ما تفتح السي شار تضيف form 1 وتضيف إليه button 1 ثم تقوم بالضغط المزدوج على button 1 لفتح نافذة الكون بعد فتح نافذة الكود تحدد الـ events أو الحدث click ثم تقوم بكتابة الكود الثاني أو التالي متضمنا سطرين ثم يلي ذلك الضغط على F5 لتنفيذ البرنامج وظهور النتائج ما هو محتوى كود زر الأمر؟ message box.shown ثم استخدام F5 للانتقال إلى طور التشغيل بمجرد الضغط 1 click على button 1 سيتم إظهار صندوق رسالة بشرط انك تكتب محتوى الرسالة اللي هيظهر وليكن الضغط على زر الأمر أو اسمك أو سنك أو طلاب الفرقة الأولى نظم معلومات ونفذ البرنامج واطبع النتائج الحدث الثاني من الأحداث الهمة جدا في لغات البرمجة وخاصة السي شارب هو mouse down ثم mouse move موس داون من خلاله بضغط على right-left-and-left-and باستخدام مؤشر الموس بقدر استخدم right-and-left-button مؤشر الموس دايما له زرين زر أيمن وزر عيسر وأحيانا زر أوسط طيب تمام حتى اللابتوب عندي إمكانية أن نستخدم الزر الأيمن والزر العيسر موس داون من الأحداث التي تستخدم مع مؤشر الموس ممكن استخدم هذا المؤشر لإظهار رسالة هذه الرسالة تختلف وفقا لنوع زر الموس الذي تم الضغط على إذا تم الضغط على زر الموس right هتظهر رسالة معينة لو تم الضغط على زر الموس left بتظهر رسالة مختلفة تماما يبقى أنا هنا مخيارة بين واحد من زرين الموس يبقى لازم استخدم الكود التالي وحالة F الشرطية لإظهار صندوق رسالة يتضمن اختياري private void form1 underscore mouse down إذا مين الكائن form1؟ مين الحدث المستخدم؟ موس داون هتغط double click على form1 اختار الحدث من نافذة الكود باسم موس داون ثم ادخل الكود التالي بنافذة الكود الخاصة ب form1 يبقى مين هيستجيب لماوس داون form1؟ F E button مين E button؟ زر أمر اسمه button1 هغير التعريف بتاعه إلى E button أو أخليه button1 equal equal mouse button dot left لو انت ضغطت على الزر الايسر للموس اظهر الرسالة التالية message box dot show left button clicked الرسالة النصية التي توضع بنتوكوتيشن تطبع كما هو else F E button equal equal mouse button dot right اذا تم الضغط على الزر الايمن للموس اذا اظهر الرسالة التالية ما هي message box dot شو راية button clicked تم الضغط على الزر الايمن لمؤشر الموس بمجرد ما تشغل البرنامج ويتم التمرير فوق اي من ازرار الماوس الايمن او الايصر بتظهر الرسالة التالية نفذ الكود وظهر النتيجة طيب الحدث التالي نركز يا شباب ده الحدث رقم 3 the key down key down يعني استمرار الضغط على احد المفاتيح الموجودة بالكود كيبورد الضغط على احد المفاتيح الموجودة بالكيبورد طيب توجد قبل كده قولنا عندي مجموعة كبيرة جدا من الاحداث مثل كيبورد كيبرس كيداون ليتاوت ليه لوكيشن شنجه مارجن شنجه مو ديفاد شنجه مو اس كابيشر شنجه موس كليك موس دابل كليك سؤال ما هي قائمة الاحداث? اذكر امثلة لقائمة الاحداث التي يمكن التعامل معها واستخدامها بلغة البرمج. هات جاوب تقول ايه? تبريس كي داون لي او تليف ماوس داون كلك دبال كلك وليف وغيره. اول جزئية قائمة الاحداث. طيب. برايفيدفويد فورم وان. طيب. فورم وان يبقى هو الكائن اللي هيستجيب للحدث. مين الحدث الخاص بفورم وان كي داون? كي داون تمام. هستخدم حالة F F E.KData EqualCase.A MessageBox.A Letter E Press تم الضغط على المفتاح A من الكيبورد تم الضغط على المفتاح A من الكيبورد تمام الحدث الرابع هذا الحدث اسمه ليف بمعنى المغادرة أو الترك هذا الحدث مفيد جدا أعلموا استخدمي مربعات النصوص T-T-Box T-Box T-Box ممكن يبقى فارغ من غير أي محتوى NON ويمكن الحصول على T-Box فارغ بإن أنا حط T-Citation فاضي مفهوش أي Data أو يتم ملء صندوق النص ببيانات زي ما شفنا قبل كده يمكن الوصول لقائمة الأحداث من نافذة الخصائص بشرط الوقوف على أحد الكنترولز أو أدوات التحكم أو أدوات صندوق الأدوات أو نافذة الفورم ثم الانتقال لنافذة الخصائص تظهر معك مجموعة كبيرة جدا من الأحداث private void text box one underscore leave لو سمحت يا text box استجيب للحدث leave وباستخدام حالة الشرط F text box one dot text equal null طالما بنتو كتوشان وفاضي فمن فضلك ازهر الرسالة التالية message box dot show you can't leave this box blank يعني لم تستطيع ترك صندوق النص فارغ بلا بيانات text box one dot focus تم التركيز أو في موضع التركيز الآن else text box one dot text equal text box one dot text two upper معنى الكود التالي أنه يستخدم حالة F الشرطية لاستبيان هل توجد بيانات فارغة في صندوق النص أم لا طيب بالنسبة لقواعد البيانات عندي الحدث list box list معناها قائمة و list box معناه صندوق القائمة هذا الصندوق قدر من خلاله ملء مجموعة من البيانات وليكن سن الطالب او البريد الالكتروني الخاص بي او الاسم او العنوان او غيره اذا عندي مجموعة من الاحداث البرمجية زي ما سبقوا قلنا اهمها كيبريس كياب ليقاوت ليب وماوس داون وماوس مو وماوس انتر وماوس كليك وكابتشار شانجد وموديفايد ومرجن ولكيشن دا مجموعة من الاحداث التي يمكن استخدامها والتعامل معها مع لغات البرمجة بشرط وجود كائن مثل الفورم او list box او combo او label او button او image او timer وهي الكائنات الاساسية او ادوات التحكم الاساسية نخلي بالنا انه هذه الادوات يمكن استخدامها والتعامل معها بشكل مهم جدا ومفيد مثل pointer و button و shake box و combo box و text و tool tab و tree view وغيرها pointer المؤشر button زر الامر check box اداة الاختبار checked list box زر القائمة او مربع القائمة او صندوق القائمة ثم combo box text box صندوق الناس tool tab اداة تقديم المعرفة او المساعدة او المعلومات و اخيرا ووب براوزر يعني ووب براوزر اداة التصفح الاداة اللي اقدر بيها انشئ براوزر او متصفح زي اللي بنشوفه على الانترنت زي جوجل او انترنت اكسبلورر او نتسكيب نافيجيوتور او اوبرا او او حاجات كتيرة جدا اذا انا اقدر انشئ براوزر او انتقل الى متصفح او ابني متصفح باستخدام لغات البرمجة اكيد نخلي بالنا من النافزة اللي موجودة قدامنا دي فيها فونت وعتنسة خاصية فونت لضبط الخط متضمنا فونت سايز فونت نيم والافكتس المختلفة فور كالر اللون الامامية او اللون اللي بيزهر بالنسبة الاداة ثم ايميج السورة وبهذه الحالة يمكن اضافة قائمة السور الى الفورمة او النموذج ايميج اللاين محاذات السورة الى اعلى الى اسفل الى الوسط ايميج كي ايميج لست ولوكيشل ولوكد ومرجن مفتاح السورة قائمة السور الموقع ومدى التحكم في السورة وتحكمها بلوكد وقلنا ان كثير من الخصائص تكون الكيمة بتاعتها ترقر فالس صحة وخطأ لو صح يتم الاستجابة ولو خطأ لا تتم هذه الاستجابة خلي بالنا من الحاجات دي مهمة جدا ومصار اسئلة طيب ده جوجل لو انا اقدر انشئ متصفح ده فورم اهو فورم وان مظاهر معاى مظاهر معاى فورورد وباك مظاهر يطر انا اقدر اضيف براوزر او انشئ براوزر باستخدام سي شارب طبعا طيب قبل ما نشتغل وقبل ما نقول ما هي الادوات المستخدمة وكيف يتم ذلك الاداة موجودة قدامك في صندوق الادوات عليها هايلايت اسمها وبراوزر واضفها للنموذج واضبط البروبرتز الخاصة بيها زي ما هو ظاهر قدامك هنا يعني الصورة اللي هيتم اضافتها والفونت والفونت كالر ثم جينوريت ممبر والامج كي والامج لست ولوكد ومرجن وماكسمايز و الى ملا نهاية لضبط نافذة الفورم زي ما قولنا قبل كده واحدة انسى وندو ستيت حالة النموذج بضيف زر امر وباستخدام if statement if web browser one web browser دى احد الادوات dot can go back ثم web browser one dot go back code for button one forward خلي بالك خلي بالك بنشئ مجموعة من ازرة الامر اول حاجة button يعني button اقدر من خلاله ارجع للصفحة السابقة web browser one dot can go back tab forward web browser one web browser one can forward طيب لو انا هستخدم هوم اند يبقى code for button هوم العملية سهلة جدا web browser one dot go home refresh web browser one dot refresh مجموعة الاكواد دى خطيرة وسهلة لو انت كتبتها صحة ولو فهمتها لو دا الشيب او دا الشكل او دا الصفحة اللي هتزهر معاني فيها ايه؟ فيها هن go end هوم وباك وفورورد تاني باك فورورد هوم end هلب وجوم دول كلهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ازرة اعمر يعني button one two three four five six وغير النام بتاع كل واحد فيهم يا اما صورة زي ما ظاهر قدامنا او اخلي دي باك عودة فورورد للامام هوم او صفحة البد end انهاء التعامل help الحصول على مساعدة go search او غيره دي اللي برا دي اسمها فورم وان الاطار دا فورم وان اللي في النص دي image صورة وصلت السؤال التاني صمم هذه الصورة copy صورة وصمعية صورة وصمعية دا فورم وان كويس هتفتح بجول ستوديو تختار C-Share Windows Form Application تضيف Form 1 تضيف لي هذه الأدوات إلى Form 1 Form 1 ده اسمه ظاهر قدامك تضيف بطن 1 2 3 4 5 6 إذا ستة بطن 1 الأول تسميه Back ثم Forward Home ثم In Help و Go بعدها مباشرة صندوق نص Text Box Non يعني فارغ مكفوش أي بيانات ثم Image Image يعني صورة وهنا بطن 1 وبطن 2 ومجموعة من ال Data ظاهر عندي في الآخر طلبة منك أنا عايزة منك تصمم هذا النموذج صممه ضيف مجموعة من الأدوات وفقاً الاختيار عدل ال Data بتاعتها وزارة بالشكل التالي وإن شاء الله نكتب الأكواد بتاعتها في المحاضرة القادمة إن شاء الله بس قبل المحاضرة اللي جاية شرط الأولى نظم أشوف النموذج ده مصمم باستخدام سي شارب واتبعت على الميل شغلك قليل جداً الناس اللي بتبعت شغلها تمام ما بتبعتش شغلك دي مشكلتك عندك أي ظروفة أو مشكلة من أي نوع ابعت قول إيه اللي مسبب لك مشكلة ويا ريت الناس تبدأ تشتغل وتنجز لأنه خلاص مفيش وقت على الامتحان الامتحان أونلاين أوفلاين ده مش شغلك انت عليك تعمل عليك وبس عندك أي مشكلة من أي نوع استفسر عنك وأشوفكو على خير في المحاضرة اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته